السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الوقت هنقرأ مع بعض كتاب الميرفولوجي المقرر علينا فيه. وههتم فقط بالمهم. واللي مش هقرأه مش هيكون باهمية اللي احنا هنقرأه. واللي عاوز يقرأ مش هيخصر حاجة يعني. نبدأ بسم الله. مبدأين كده عشان اللي متحين هيكون في سؤال مقالي فلازم نقرأ التعريف كاملا وكمان نحفظه. على قد ما نقدر. والكتروني فهنحدد على المهم في التعريف. اللي هو ممكن يلعب عليه النقاط اللي ممكن يلعب عليه في التعريف يعني. تاني ارى مع بعض. العلم الذي يدرس البناء الداخل للكلمات زي ما قالت في اول فيديو. بيكسرها لوحدات اصغر بيكسر بكلمة لو الكلمة مسلا مضاف لها بروح مع مقسمها لاجزاء اصغر. بتحق. by analyzing them. المهم. the study of morphology helps speaker identify the semantic processes processes that allows that allow them to add new words to the lexicon and indicate grammar school information. هو بيساعد القرأ ان هو يتعرف على العملية النظامية التي التي تسمح ليهم هم بيضافة الكلمات للمعجم مسلا او اضافة اه حاجات زي حروف مسلا اللي هو بيشتق كلمة من كلمة باضافة في اول كلمة وبعدها ده بالنسبة للاول صفحة واللي عاود يكمل ارائية يكمل بتان صفحة بيعرف لنا بيقول لك عبارة عن والروت عبارة عن طيب اصلا الكلمة ليها يا روت حتى الستم روت الستم ركزوا في كلمة دي يحمل معنى الستم روت يحمل معنى زي كلمة دي روت كان برد بيقول لك بمعنى ان معظم جزور الكلمات في الانجليزية يعني كلمات لها معنى حلو? طيب يعني تقدر كان الستم روت الانجليزية يعني كلمة دي روت الانجليزية يعني كلمة دي روت روت الكلمة اللي ما روش معنى اللي هو جذر الكلمة اللي لا يحمل معنى اسمه روت واسمه كمان باوند مورفين وهم ايه؟ الصفكسيز والبرافكسيز اللاحقات اللي في اول كلمة وفي اخر كلمة زي ري وفي اخر كلمة ايه وان مسلا الروت لهو تكنت استاندالون اه اه تمام طيب تعالوا نوضح بمثال علشان نفهم اكتر يقولك البرب alienate undergoes a process of a process of reduction from a stem into a root يعني from alienate into alien before the fixation of the suffix abo معنى كده ان الالينات بيقون من الروت بتاعه بيقون من ايه؟ اللي هو المعنى بتاعه والاستم بتاعه بيقون من two bound morphem اللي هو alien وبنضف له وبنضف له فعمل لنا ازا معنا تاني للستم الاستم عبارة ازا الروت مع الروت مع الروت مع الروت بيدينا غير ان اصلا الستم ممكن يكون واحد بس زي ايه؟ زي كلمة boy boy we can't divide into smaller units كلمة table ما نقدرش نقسمها لوحدات اصغر من كده كلمة car مسلا كلمة كلمة كات حالات كتير الكلمة في الاصلها عبارة عن روت ما ينفعش نقسمه لوحدات اصغر علشان تدي مورفيم مورفيم ازا هي كلمة اصلا عبارة عن روت والروت ده يحمل معنى ازا هو اسمه استم حلو كده؟ هتعلوا بقى نروح للروت الذي لا يحمل معنى زي ما قررنا فوق alien وات وابل دي ايت وابل الروت الذي لا يحمل معنى اسمه باوند مورفيم ووظيفته ايه؟ بيضاف بنلحقه لكلمة زي استم بنلحقه لستم علشان يغير معناها او بنساء يغير بتاعها او بتاعها او ممكن نضيف باوند مورفيم ونعمل بنعمل كلمة كاملة تقدر تدي معنى تحط في جملة يكون لها وظيفة معينة تمام زي ما هو بيقول كده اه ابل وابل وابلتي ابل وابلتي برضو سوري هنا بيقولك الين الروت الين حطنا له ابل صار اصبحت اصبحت وكلمة حطنا لها ابل بقيت استند بغير نا جنس الكلمة خالص وغيرنا معناها وعملنا كلمة جديدة عملنا عملنا من كلمة موجودة اصلا بتحولها لكلمة جديدة باضافة وممكن نعمل كمان لكلمة نبتكر كلمة باضافة ايه اضافة علشان نعمل كلمة وهنف وهنعرف ده قدام لسه زي ما زي ما قلت حضفنا وضفنا ملحوظة مهمة على المقطع مقطع عبارة عن مقطعين اسمها سلابك سلابك ايه اه مش تاقي هنا بس الدكتور كانت شرح على الصورة دي سلابك ايه بتعمل في اخر الكلمة وهي في ايبل او ايبل نخش على الصفحة اللي بعدها والصفحة دي لما نقراها نستنتج منها ان ما ينفعش نضيف المقطع غير لفيرب نضيف المقطع فقط للفيرب والمقطع بيضاف فقط لل اه والله استفقت يعني في حالات استثنائية كده ساعات بيضاف لفيربس زي وان بطن الافعال التي تقبل على الفيرب ادي نحفظها كويس او نعرفها هي مقرعة لنا في المنهج دكتور ما قالش غير بطن وان بطن احنا الى طبعا لو اقتهلتنا وعرفنا عاجات تانية بحسنا عن نفيد نفسنا اكتر اه فان لا تضاف غير في معظم حالاتي يعني لا تضاف غير لل اه اسمها هي لا تضاف غير لل ادجكتب تمام? طيب يعني ما ينفعش نقول دي فعل لو حطرنا لها كده غلط اصلا زي ما هو قال كده. لكن حطرنا لها تمام. ازا في الافعال اللي زي كده علشان نجيب الصفة بنحط مقطع وعلشان ننفي الصفة بنحط ازا الفعل الاول وبعدين الابل وبعدين نحط الان علشان نعمل والكلام مش على الان البرافيكس للنفي بس ما فيه كمان برافيكس زي الار والال والام والان ساعات دول برضو مش بتركبه على فعل زي كده غلط بتركبه على صفة فقط تمام? بيقول لك في الصفة دي ان فيه صفات مش جاية من افعال لكن جاية من روت زائد روت عمل صفة. تنم? قولك. دي ان في ديورابل. يعني ديورابل مقسمة لروت زائد روت ومش جاية من فعل خلص مش مشتكة من فعل دي الاصل بتاعها الاسم بتاعها هو صفة وليس فعل. مشتكنوش من مشتكنوش آآ صفة من فعل. تمام? وكمان آآ حولنا للايه? لنون باضافة بيليتي. اه ديورابلتي او برضو جاية من صفة اصلها ازا اصل الصفة وليس فعل. ازا دي مقوانة من تو روتز. تمام? مش مفيش من اشتكاك من فعل. دي اول آآ مرحلة للكلمة. تمام? وبنحول المرحلة دي او الصفة دي لنون باضافة زي تمام? ده المفيد في الصفحة دي.